ما زال توحش صهيوني إذن على أشده وما زال الدعم الأمريكي مستمر بالرغم من أن الولايات المتحدة صدرت اليوم ما يعرف بتقرير حقوق الإنسان التي تصدر كل سنة وتعطي الولايات المتحدة لنفسها الحق بأن تقوم بعملية تصنيف لدول العالم أجمع حول قضايا حقوق الإنسان بلايات المتحدة الإمبراطورية المسيطرة على أجزاء هائلة من هذا العالم والتي تشعر بتحدي كبير جدا من بعض القوى الكبرى إذن أصدرت تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بين الأشياء اللي قالت واللي قتل الصحافة ربما يصدر تقرير هذا أو ربما رح موجود على مواقع الإدارة الأمريكية كاملا هو دائما تقرير طويل جدا لأنه يتعرض لكل دول العالم وكل دول العالم يتكلم عليها الوزير الخارجي الأمريكي إذن لست أدري إذا كان الحديث بمناسبة التقرير أو كان على هامش أي مؤتمر يقول هجوم 7 أكتوبر وخسار المدنيين بغزة أثناء ممارسة إسرائيل حقها بضمان عدم تكرار الهجوم يثير مخاوف حقوقية نواصل نظر في الاتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات في غزة لكن الأمر يتطلب منا وقتا وتحقيقات يعني الإدارة الأمريكية اعترفت اليوم في هذا التقرير إدارته يعني وزارة الخارجية من أنه قتل 21 ألف مدني حتى نهاية العام فقط يعني حتى 31 ديسمبر 2023 قتل 21 ألف مدني وكنا شفنا قبل حوالي شهر وزير الدفاع الأمريكي في إحدى الجلسات الكونغرس يسأل يقول له كم عدد المدنيين الذين قتلوا يقول لهم من النساء والأطفال سئل عن النساء والأطفال قال لهم 25 ألف من النساء والأطفال قال هذا الكلام في مارس الماضي مع ذلك فإن بلينكين يصرح وهذا بلينكين كان وصل تل أبيب أيام بعد 7 أكتوبر يومين أو ثلاثة وقال أنا جئت هنا كيهودي قبل أن أكون وزير خارجة أمريكيا يصرح ويقول أنهم ما زالوا ينظرون إذا ما كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الحقيقة أن الولايات المتحدة اللي يمكن تكلم مع واحد من أخواننا الأفاضل قلت له أنهم أن الغرب هذا بتصرفاته في غزة خاصة لأن تصرفاته في غزة يتبدو فيها التوحش في أبشع صور كان هناك توحش من قبل في العراق كان هناك توحش في سوريا كان هناك توحش في رواندا في التسعينات كان هناك في أماكن كثيرة جدا لكن لم يسبق للعالم أن شاهد هذا التوحش بهذه الطريقة وبهذه السرعة وبمواقع تواصل الاجتماعي خاصة مع تيك توك اللي بالمناسبة رأيه معركة كبيرة في الولايات المتحدة وقبل ثلاث أيام أعطاهم إنذار من أنه إذا لم يتم بيع تيك توك إلى شركات أمريكية تيك توك ليشتغل في الولايات المتحدة فإنهم سيغلقونه إذن لأول مرة الناس ترى هذا التوحش بهذه البشعة مع ذلك لما بلينكن يخرج يقول هذا الكلام فالناس تكره كلمات تولي تكره كلمات اسمع حق الإنسان لأن الناس بعدما شافت وتشوف في غزة يقول لك هذو كذبين على حق الإنسان وهذا صحيح لكن أنا دائما أقول للناس في قضية حق الإنسان خاصة أكثر منها في قضية ديمقراطية لأن قضية ديمقراطية فيها نقاشات حق الإنسان أي إنسان عاقل أي إنسان عنده ضمير بغض النظر على دينه حتى بغض النظر على عرقه وعلى متى ولده يجب أن يكون مع حق الإنسان يجب أن يكون مع حق الإنسان على الأقل ما هو مشترك وما هو متفخ عليه بين مختلف شعوب العالم أن هذه بالفعل حق الإنسان لأن طبعا هم أضافوا بعض الإضافات لا علاقة لها بحق الإنسان إنما هي خيارات معينة تخذها الإنسان في حياته فكلمة حق الإنسان تكاد تصبح كلمة قدرة مثل كلمة الديمقراطية تكاد تصبح كلمة قدرة مع أن كلا المبدأين خاصة من فهم حق الإنسان هو في نهاية المطاف دفاع عن المستضعفين عن المظلومين عن المنهوبين وهذا متفق عليه على الأقل في 80 أو 90% مما أو من الأفكار أو من المبادئ أو من القيم التي تسمى بحق الإنسان إذن فما لازمش إخواننا نحن أنا في فترة معينة تذكرها في بداية الألفين لما كانوا يتكلموا على السلام على السلام على السلام في إسرائيل السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ اتفاق وصله في 93 ورواح طالعا كلمة السلام السلام على المدة تشوف الكائن الإسرائيلي هذا يخرج يقتل يدمر صحيح مش بهذه الوحشية لنشوفوها الآن لكن كان كان قاتل وتعذيب وسجن فمرة نتكلم مع صديق قتله قتله كرحت كلمة السلام هذه في نهاية تسعينات بداية الألفين فالحقيقة ذكرني هو قال لي راه السلام من أسماء الله السلام قتله الله شكرا على هذا التذكير لذلك أنا أريد أيضا أن أذكركم معوش لأنهم هم يخترقون حق الإنسان ويتصرفون فيها بشناعة وفضاعة ونفاق فنحن بعد نكره كلمة حق الإنسان لا رسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اجتمع مع مشركي وكفار العرب يومها ووقع على أو شهد توقيع اتفاق حلف بين تلك القبائل التي كانت متحاربة ومن بينها أنهم ينصرون المظلوم يعني فيه نقاط كثيرة هذا الحلف فالرصعي سلم قال بعد البعثة قال لو دعيت له في الإسلام لأجبت يعني هذا البيان أو هذا الاتفاق الذي وقع بين القبائل المتصادمة والمتخاصمة والمتشاكسة وكانوا يغزون بعضهم بعض ويقتلون بعضهم بعض وقال لو دعيت له في الإسلام لأجبت بمعنى أن قضية الدفاع عن المظلوم هذا قضية مركزية أساسية يجب أن لا يبعدنا عنها المنافقين الذين يستخدمون هذه الكلمات وهذه العبارات ولكن في الغالب يدعمون الظالمين وقضية إسرائيل أو هذا التوحش الصهيوني هو واحد من أكثر هذه الوضوح والبروص في القضية يرد هو يقول لازدواجية في المعايير الأمريكي فيما يتعلق بحق الإنسان وإسرائيل هناك جهود أمريكية جارية للتحقق من مزاعم بانتهاكات ما زالت عنده مزاعم بعد 199 يوم غدوة 200 يوم على هذا التوحش الصهيوني أضاف أيضاً ننظر في التقارير والحوادث المتعلقة بحق الإنسان خاصة إذا كانت هناك تساؤلات بشأن ضلوع أسلحة أمريكية وهل الكيان الصهيوني يقتل الفلسطينيين بهذا التوحش إلا أساساً بالسلاح الأمريكي فيه جزء ممكن سلاح إسرائيلي أو جاي من دول أخرى لكن الجزء الرئيسي هو سلاح أمريكي وقد وافقتم قبل يومين وافقوا على 26 مليار دولار للكيان الإسرائيلي جزء 14 مليار دولار منها للأسلحة عشرات السفن التي نقلت أسلحة بلا حد جسر بحري جسر جوي وما زال يقول لك راح يتأكد إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية في ربما في مزاعم حق الإنسان الحقيقة أن خاصة الصين وروسيا بشكل أساسي يستفيدون بشكل كبير جداً جداً من هذا العمى لأن كان كائن النفاق في قضايح الإنسان والخبث والمكر لكن ليس بهذا الوضوح لما جات القضية ولت تعني الكيان الإسرائيلي وجدنا شوفوا شي يقول هنا قبل لايف السابقة واللي قبله خصصت ممكن عشر دقائق ولا أربع ساعة وأنا نتحدث على أحد النواب في مجلس النواب وهو يجادل أو كان يوبخ في رئيسة جامعة كولومبيا وجاب لها اللي وفقاته فيما بعد تحت الضغوطات وجاب لها بين قوسين آيات من التوراة وخاصة من سفر التكوين الآية صورة 12 الآية الثالثة أنا نقول الآية والصورة هم طبعاً يسموهاش آية والصورة باش نقرب فقط الفهم للناس وقالها وقراها بالخطأ جاب حاجة من ذهنه حتى ما إيش هي اللي موجودة في التوراة ما علمنا أن هناك أجزاء مزورة في التوراة وهذا بنص قرآني يعني مش مش تحليل اليوم أيضاً طلع طلع أحد كبار القوم من أكبر كبار القوم مش فقط رئيس مجلس النواب شوفوش يقول مجلس النواب قال لهم أعطاءنا الأموال والسلاح إلى إسرائيل هذا أساسي إنهم يدافعون عن وجودهم طبعاً وجودهم في أرض ليست بأرضهم في الأصل إنما أعطاه لهم الاستعمار البريطاني ورسخها الأمريكي والغرب عموماً ثم قال لهم إنها الديمقراطية المستقرة الوحيدة في الشرق أوسط ثم وهنا الفضاء الأكبر يقول لهم إحنا بنصوص الإنجيل يجب أن نقف مع إسرائيل بنصوص الإنجيل هنا لا يتكلم عن نصوص التوراة يتكلم عن نصوص الإنجيل هذا هي المسيحية الإنجيلية ما يعرض المسيحية الإنجيلية التي ترى وعندهم كثير من الأساطير اللي يمنوا بها وهو أنه يجب أن تنتصر إسرائيلي كي ينزل سيدنا عيسى لكن حاجة بارك ما يقولوهاش كثير وهو أنه في فهمهم في أساطيرهم من بين الأساطير هو أنه لما ينتصر سيدنا عيسى لما تنتصر إسرائيل وينزل سيدنا عيسى على اليهود أن يدخلوا المسيحية أو يقتلون في واحدة طبعاً هم كانائس متعددة وفلسفات ونظريات مختلفة لكن في واحدة منهم هي هذه لكن الأخطر هو عندما هذا طبعاً لما يقولها قص في كنيسة أو يقولها ربي في سيناغوغ أو مدخلي في السعودية أو في الجزائر أو تبقى قوال هؤلاء القوم لكن لما يقولها أصحاب السلطة السياسية والنفوذ واصحاب المال واصحاب الامبراطورية هنا تولي قضية خطيرة وخطيرة جداً طبعاً قلت أن أمريكا وهي تعمى بهذه الطريقة فإنها تعطي فرص يعني كل من نشوف هذا الموضوع صراحةً كل من نشوف هذا الموضوع نقول باللي الصين هذه بوتينو وزعيم الصين كزيبينغ هذا أنا متأكد أنهم كل ليلة يشوفوا البرامج يشوفوا الأخبار يشوفوا المواقف الأمريكية في قضية إسرائيل وغزة ويشوفوا المظاهرات داخل الولايات المتحدة وداخل الجامعات ويستمتعون بذلك يستمتعون بذلك لم يسبق للجامعات الأمريكية في هذه الخمسين سنة منذ نهاية حرب الفيتنام وربما قد تكون قد تجاوزت ما حدث في حرب الفيتنام أن فيها اليوم احتجاجات ومشاكل واعتقالات في جامعة كولومبيا التي أذكرتها قبل قليل 108 معتقل الآن جامعة بيركلي كاليفورنيا جامعة ييل جامعة هارفارد نحن نتكلم على أكبر وأعظم الجامعات في العالم هذا الذي ذكرتهم تقريبا كلهم في العشرة الأوائل من جامعات العالمية لم يسبق للولايات المتحدة ولطلبة الولايات المتحدة في الخمسين سنة الأخيرة هذه أن تظاهروا كما يفعلون وربما مع الأيام سنعرف أنه حتى أحداث الفيتنام تجاوزتها الأحداث الآن في غزة قسام هائل وجدنا أن مثلا اليوم يدعوت أحرنوت وهي كما تعرفون إحدى صحف الكبرى في الكائل الإسرائيلي تنقل رقم مهم جدا على قضية الشباب الأمريكي شباب الأمريكي ونظرته إلى الحرب في غزة هذه ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن استطلاع للرأي أجرته كلية الإدارة بجامعة هارفرد جامعة هارفرد هذه محلة آخر تقوم هي بالاستطلاع بحد ذاتها أظهر أن 17% من الشباب الأمريكيين الذين تتراوح عمارهم بمبيد 18 و29 عاماً يظهرون تعاطفاً ليس مع غزة هذا 17% قريب الخمس أو السودس مع حماس لكن الأهم أظهر 56% من هؤلاء الشباب الأمريكي 56% تعاطفاً مع الفلسطينيين و52% تعاطفاً مع الإسرائيليين طبعاً قد يسأل متسالك بالكيفة 56-52% هي أكثر من 100% هي 108% نعم لأنها في حدود 8% يكونوا قالوا نحن نتعاطف مع فلسطين ومع إسرائيل في نفس الوقت أو مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين في نفس الوقت إذن تعاطف ضمن هذه الفئة العمرية المهمة جداً 13-29 سنة 56% مع الفلسطينيين هذا غير مسبوق يعني قبل 7 أكتوبر هذا مستحيل أن يكون كان موجود داخل الطالبة وممكن تلقى 20% 15% في أفضل حالة 25% يتعاطفون مع الفلسطينيين وأكثر من 70-75% يتعاطفون مع الكيان الصهيوني انقلبت الموازين هذا مخيف بالنسبة لكبار القوم في الغرب بالنسبة للإستابليشمنت لأن هذا أبنائهم في الغالب يعني أغلبية العظمى وأبنائهم فهناك انقلاب وهذا مخيف أكثر للصهيونية لأن الغرب في نهاية المطاف براكماتي وإن كي المصلحة كي الموقف إذن اعتقالات في الجامعات الأمريكية احتجاجات صخب انقسامات بشكل غير مسبوق ومع ذلك يخرج جالنت وزير الدفاع الصهيوني هذا أحد كبار المجرمين يقول لا أحد في العالم يعلمنا القيم والأخلاق جاء هذا الرد بعد لقاءه بجنود نتسح يهودة جنود نتسح يهودة هذه كتيبة من الكتائب الصهيونية التي تشتغل في أو قل تقتل وتعذب وتضمر في الضفة الغربية من غرائب الأمور أن الولايات المتحدة أمس أصدرت قراراً بمعاقبة هذه الكتيبة أحدث هذا الموضوع في نفس الوقت ليعطفهم 26 مليار دولار أنت ترى أن هذا يعني حاجة رمزية يعاقبع كتيبة داخل كيان مشكل من عشرات الكتائب أو مئات الكتائب حتى فأنت ترى أن هذا يعني لا شيء فالولايات المتحدة في نهاية المطاف هي التي تعطيكم السلاح وهي تدعمكم دبلوماسياً وإعلامياً إلى آخر لكن قامت القيامة في الولايات المتحدة في إسرائيل ولم تقعد لماذا؟ ونعتقد أنه محقين في الجزع والخوف والرعب لأن القضية الرمزية هذه يخشون من أن تتحول فيما بعد اليوم كتيبة وغدوة لواء وبعد غدوة فرقة لأن الولايات المتحدة لماذا تخلي أو لماذا ترميلهم من حين لآخر كما نقول يعني تقدر تقول ترميلهم حجر في الصباب للكيان الإسرائيلي لكي يجعلوا كبار المسؤولين الأمريكيين في ذهنهم في نهاية المتحدة فرغم كل التداخل رغم المسيحية الصهيونية رغم أن بعضهم من بعض يعني نفس الأسماء نفس الأفكار تقريباً إلا أن الولايات المتحدة إذا رأت في لحظة معينة أن هذا الكيان الإسرائيلي أصبح بالفعل لايبيليتي ليس آسيت أصبح مشكلة لها أصبح ثقل عليها وليس فرصة لها ستضحي به الإمبراطوريات ما عندهمش حلفاء الإمبراطوريات عندهم أتباع وعندهم أذنان إسرائيل تابع للولايات المتحدة قاعدة متقدمة جداً لها شركاء في المصالح كما قال لينزي جراهم قبل حوالي شهر قال إن إسرائيل هي عيوننا وأذاننا هناك أنا علقت عليها قلت له قولها بصريح العبارة هناك عند في المنطقة البرابر المتوحشون يعني في مناطقنا فلكن هم في اللحظة اللي يشعرون فيها أنها أصبحت بالنسبة لهم مشكلة قد يضحون بها وبدأت تظهر من هنا وهناك إشارات مؤشرات من حل آخر كلمات إلى آخره لكن يبقوا إسرائيل يبقوا أتباع أما عصابات التي تحكم الدول العربية فهم ليسوا بأتباع طبعاً ليسوا بحلفاء إطلاقاً ممكن تقول لي الولايات المتحدة عندها حلفاء صغار اللي هو الحليف الألماني الحليف البريطاني الحليف الفرنسي الحليف الكندي هذا حلفاء لكنهم حلفاء صغار ويجوا بعدين الأتباع مثل إسرائيل ويجوا بعدين الأذناب اللي هما حاكم السعودية حاكم الإمارات حاكم الجزائر حاكم مصر وهكذا أذناب طبعاً هذوك يضحوا بهم في لما كانت الشعب المصري يهز شوارع المدن المصرية وخاصة القاهرة وبعد كل الدعم اللي كان يلقاه مبارك خرجوا الجماعة هناك أوباما بايدن أيضاً كان موجود وقالوا خلاص انتهى الوقت نتعاك احنا الشعب المصري قال لك روح روح ما عندهمش لازلت أتذكر ولازلت كلمات مادلين أول برايت في عام تسعة وتسعين وأنا استمع إليها في إحدى القنوات كنت نسوق في السيارة واستمع إليها في إحدى الإذاعات البريطانية قالت كان آنذاك موبوتو هذا اللي يحكم الزعير اللي يمر مبدلولها أسمها ويسموها الكونغو كينشاسا الكونغو الديمقراطي يعتقد يسموها اللي هي عاصمة كينشاسا اللي أنا كانت اثنين كونغو فقالت إنك من من التاريخ حان وقت الرحيل لأن قبيلة آنذاك حصمه الأول كان على أبواب أو كان دخل كينشاسا أو كينشاسا كينشاسا هذه عاصمة الزعير مدينة كبيرة جدا عدة ملايين والزعير واحدة من أكثر دول الأفريقية سكانا من بين الأكثر فقاتلوا انتهى وقتك وفوت هذا منذ أن قام بالانقلاب في منتصف الستينات على باتريس لومنبا وهو يخدم الغرب خدمة في المطلق والله دايما نتذكر لما ذكرت أمس لما كان شنغريحا يقول لمسؤول من الحلف الأطلسي حد كبار المسؤولين يقول له نحن متحالفين يعني عملنا المتحالف نحن في تحالف تعاون منذ 24 سنة من الحلف الأطلسي لا ينظرون إليك في أفضل أحيان إلا كذنب خاصة واحد مثل شنغريحا اللي عرفوه أنه مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية وقتل الجزائريين واختصب ونهب وما زال يفعل فرغم عارفين من أنت باش تقول له أنت حليف أنت تقدر تكون حليف للأمريكيين بريطانيا ولما تقول حلفاء بعض المعلقين البريطاني نحن يقول نعم نحن حلفاء لكن حلفاء بدرجة يعني لسنا في نفس المستوى أنت أنت تكون حليف للولايات المتحدة أو لحلف الأطلسي لست أكثر من عبارة درجة نقدر نقولها لك شنغلة يلبسوها لست أكثر من كلينيكس يمسحوا به القذارة ويرموك عندما ينتهي دورك إذا كان مبارك أو مبوتو أو غيرهم من اللي خدموا هذه الإمبراطوريات بشكل وبالمناسبة كلهما يعني روسيا لما انتهى دور عميلها في عملائها في أنا ذاك في أفغانستان أطاحت به جبت جنرال حطاته مكانه الإمبراطوريات ما عندهم مش حلفاء كما قلت في أفضل لحوال حلفاء صغار دول اللي هي قريبة منهم جدا أو أتباع أو أدناب أي ما عندهم مش حلفاء متساوين في المطلق إذن خرج غالانت غاضب جدا وخرجوا كل المسؤولين الإسرائيليين غاضبين جدا من هذا القرار قرار أمريكي بمعاقبة كتيبة إسرائيلية اللي هي كتيبة نيتسح يهودا وغلايان حقيقي أنا شفت بعض المعلقين قالوا مش عارفين لماذا إذن يغضب هؤلاء وأمريكا تقدم لهم هم فهموا أن هذا ممكن يكون مدخل خطر أخرى يوصلهم إلى الفرق يوصل إلى الجيش الإسرائيلي وكان الولايات المتحدة تشعر في لحظة معينة أن هذا الجيش الإسرائيلي أصبح يهدد مصالح الحقيقية وخطر حقيقة عنها تقدر تدل عقوبات على الجيش وتقدر تشوف هذا الجنيرالات اللي يراهم اليوم ونيتنياهو إلى آخر تقدر تكون الولايات المتحدة اللي تقدمهم إلى محاكم الجرائم طبعا البراجماتية الغربية تعني المصلحة أولا وأخيرا في لا قيم لا مبادئ لهم يحزنون عندما تكون المصالح الكبرى في خطر أو عندما لا تكون تقدر تجيب وما يظهر من غزة هو هذا لأن الشعور بأن إسرائيل تدافع هي أعيوننا وآذاننا هي اللي يجعلهم يرتكبون كل هذه الحمقات إلى درجة أن بايدن قد يسقط في الانتخابات إلى درجة إلى درجة لكن الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة ما زالت تعتقد من أن دعم إسرائيل ضروري إضافة إلى الأبعاد الأبعاد الهرطقة اللي موجودة في بعض الأناجيل واللي ترى بأنها كما قلت يعني هناك كثير من الأطراف المسيحية طبعا كين مسيحيين اللي يروا لا إسرائيل هذه خطر ويرفضون عملها ويعترضون عليه ويعارضونه ويقومون كين يهود يعتبرون أن إسرائيل هذه مؤامرة وخطر ويجب أن لا يكون لليهود وطن وموجودين ومعروفين لكن في نفس الوقت كين آخرين هم صحاين سواء كانوا يهودا أو مسيحيين أو مسلمين وفي هذه أتذكر المسيري رحمة الله عليه وعنده حديث هذا عبد الوهاب المسيري مكتبحت عليه والليه يهتم بالموضوع هذا أنت الصالونية واليهود وشرق الأوسط عبد الوهاب المسيري يعتبر من أهم المنظرين حتى عنده موسوعة لست أدري كم جزء فيها كتبها في أكثر من عشرين عام وفي أحد المرات وهو يقدم في هذه الموسوعة قال ره جاي مزال المسلمين المتصاهينين رانا نشوف فيهم توفه ورحمه الله قبل عشر سنوات أو يزيد قليلا رانا نشوف فيها بمهيش بشكل يعني مفجأ معقدم عليه الملك الأردني اللي كان يخرج الصفادي أو يخرج زوجته أو على أساسنا مع غزة وضد التوحش الصهيوني وجدناه أنه يدافع على إسرائيل يطلق المضادات وخلى الطائرات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والفرنسية تدخل الأجواء الأردنية طبعا نخرج وقال واحد هكذا بعث لي تعليق قال في نهاية المطاف الملك الأردني يحمي أجواؤه كيفش يحمي أجواؤه إذا كانت الطائرات الغربية والإسرائيلية كانت في أجواؤه لإسقاط المقذوفات الإيرانية كيف يحميها هاو اسمح لي كل هذه الطائرات لا هو صنيع فقط أي هو قبل والده قبل جده وهذا سليل خيانة والأردن هذا أصلا كيان صنيع صنع لم يكن حاجة اسمها الأردن قبل قبل 80 أو 90 سنة كانت كلها تسمى الشام قامت بريطانيا وتقاسمتها في سايكس بيكو شهيرة مع فرنسا بريطانيا أخذت الأردن وفلسطين وفرنسا أخذت سوريا وبعدين قطعت منها لبنان وهكذا طبعا بريطانيا أخذت العراق أيضا دائما دائما في القضية حاول نشوف وقت بشما مقررة أممية إسرائيل تعمل على تجويع سكان غزة تكررت هذه المرة المقررة الخاصة بالصحة البدنية والعقلية قالت إن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تجويع سكان غزة قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم وأضافت المسؤولة أن غزة تشهد إبادة جماعية بشكل لا لبس فيه وعلى ذكر هذا اليوم كان فيه أيضا صدور قرار مهم جدا أو تحقيق مهم جدا وهو التحقيق اللي قدته وزيرة خارجية فرنسا واحدة من الوزيرة السابقة واللي قبلها واللي اسمها كاترين كولونا أعتقد السابقة ككلفت بجراء تقرير مستقيل بشأن الأنروا قالت في نهاية المطار يعني التقرير طويل مليح لوحد يقراه وبرغم أنها وجهت بعض الانتقادات للأنروا خاصة في برامج التعليم إلى آخره طبعا ما يعجبهمش برامج التعليم لأنها ربما فيه بعض الأشياء اللي تدعو إلى التحرر تدعو إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي قالوا لهم ناس تبدلوه لكن في المجمل يعني برأت أن موظفيها كانوا مشاركين في 7 أكتوبر وقالت بأنه يجب دعم الأنروا عدم الاستغناء عنها الأنروا هي اللي تقوم بالدور الرئيسي في غزة وفي أماكن أخرى للفلسطينيين إلى آخره كان مهم جدا هذا التقرير برغم من بعض السموم اللي أدخلوها في التقرير إلا أنه يكسر كل الأكاديب والبروباغندا اللي بناتها بناها الكاين الصهيوني على الأنروا واللي شفناه كان تصادف تماما مع صدور قرار من القرار التحفظي من المحكمة العدل الدولية بعدها بيوم خرجوا قضية الأنروا وبدأت تركيز على الأنروا باش يبتعدوا على قضية ذلك القرار الذي كان مزعج لهم ورحت الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وفرنسا والدول الكبيرة وألمانيا الدول الكبيرة اللي هي تدفع للأنروا قطعوا عليها المال الآن الأنروا في وضع أفضل لكن ما زال بعض الدول ما رجعت مثل الولايات المتحدة اللي هي أكبر مساهمة أعتقد أنها تساهم بالربع الميزانية ودول غربية أخرى لكن هذا التقرير بالتأكيد سيسرع بأنهم يرجعوا يرجعوا مساهماتهم للأنروا الأمين العام لأمم المتحدة خرج وتكلموا قال يجب الحفاظ على الأنروا وهذا مهم ومهم جدا طبعا الأنروا هي فقط لأن الأنروا تقدم المساعدات الطبية والتعليمية والغذائية ولكن هي مش حل الحل هو تحرير فلسطين هذا هو الحل وليس أمام الشعب الفلسطيني إلا هذا لأن هذا التوحش الصهيوني الدماء يقارب 80% من فلسطين تاريخية وال20% يرفضها ويعبث ويقتل قتل هذه الأيام في الظفة الغربية شكل كبير وكبير جدا ولكن بدأت أيضا هناك مقاومة في الظفة الغربية وهذا مزعج للولايات المتحدة والقوة الغربية لأن يجوا الناس يجادلوهم يقولونهم طيب في غزة قلتونا كاين حماس كاين إلى آخره داروا 7 أكتوبر طيب الظفة الغربية ما فيهاش أو فيهاش بسيطة جدا لماذا المستوطنين يقتلون بلا حدود يحرقون بلا حدود ينهبون بلا حدود يأخذون الأراضي يضردون الناس من بيوتهم هذا طبعا مزعج للولايات المتحدة وللتصور التي تريد أن تقدمه بأن إسرائيل دولة ديمقراطية تحافظ على حق الإنسان لأن الناس كثيرين يواجهونهم بما يرتكبونه في الظفة الغربية من فضاعات وفضاعات مستمرة مش فقط للمستوطنين ولكن أيضا الجنود وهذه الكتيبة اللي ذكرتها قبل قليل هي من بين هؤلاء اللي يقوموا بالفضاعات أعتقد أن توقفوا هنا دعونا نرى بعض الفيديوات يهمونا دائما في إطار هذا كان هذا احتجاج أمام بيت اليوم عندهم عيد الفصح اليهودي الليلة هذه كان احتجاج كبير بما فيه مشعل النيران أمام بيت نتنياهو كان هذا السخب نزالت هذه المؤشرات نتعلى انقسام منقسام شديد كان هذا ناشطون يحاصرون مصنع إسرائيليا في ليستر في بريطانيا مصنع إسرائيلي للأسلحة أغلبية المصانع الإسرائيلية أو اللي هي شريكة مع الكاني الإسرائيلي في الدول الغربية أو بعضها على الأقل خاصة بريطانيا يجدون صعوبات شديدة جدا في استمرار العمل بعضهم أغلق وهذا نابع من الاحتجاجات عن الناس الناس يخلوا عملهم يخلوا درستهم يخلوا أولادهم وهنا قضية الوقت أساسية مهمة موش كما عندنا الناس عندها الوقت رفض بالأطنان الوقت لأن البلاد معطلة تماما عندك مليون شيء تديروا في 24 ساعة كون صبت هذه 24 ساعة تخليها مئة ساعة يعني هناك أشياء كثيرة جدا تحتاج فيخلوا كل شيء من أجل الدفاع المستضعفين ويحدثون حقيقة يحدثون تغيرات يابانيون في اليابان ناس الظهر نحن في الجزائر ناس ما الظهر تخيلنا اليابان اللي تبعد أكثر من لا أدري كم مربما 12 ألف كيلومتر أو يزيد عن فلسطين وعن غزة يتظاهر الناس فيها واليابان طبعا باعتبارها دولة غربية أو هكذا تحسب يعني الوقت فيها أيضا قضية الناس اللي زاروا اليابان قالوا لي هناك شيء آخر يعني اليابان وكوريا الجنوبية هذه قالوا لي تحس أنك فيه مش في بلد آخر كوكب آخر في أكثر المجالات اليابان وكوريا الجنوبية متفوقين على الدول الغربية على بريطانيا وفرنسا لكن يتظاهر الياباني ولا يتظاهر الساكن تعلم سيلة أو تعسعيدة أو تعباتنة أو تعبجاية أو تعنابة أو تعلغواط أو تعوهران أو تعبشار يعني ممنوع من طرف عصابات الإجرام من طرف المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية التي همها الأكبر هو مطاردة الأحرار أو تعبوة